تولى حكم لبنان رغما عنه عاش حياته خاضعا لأوامر الأسد قيل عنه الرجل سوريا في لبنان ووجهت له اتهامات بأنه كان طرفا في إنهاء حياة رفيق الحريري فمن هو إميل حود الأخ غير الشقيق لبشار الأسد وما قصته؟ خلال فترة التواجد السوري في لبنان حرص الأسد على تثبيت سيطرة دمشق الدائمة على الوضع في لبنان ومواجهة أي قوة أخرى ولإحكام تلك السيطرة كان لابد من اختيار شخص يطيع الأسد وينفذ أوامره في لبنان ووقع الاختيار على إميل حود لتلك المهمة ولد إميل حود في الثاني عشر من يناير كانون الثاني عام 1936 في العاصمة اللبنانية بيروت والده العماد جميل حود أحد قادة الحركة التحريرية ومؤسس الجيش اللبناني حصل لحود على شهادة في الهندسة البحرية من المملكة المتحدة عام 1960 كما درس في كلية القيادة البحرية بالولايات المتحدة بين عامي 1979 و1980 تطوع لحود في الجيش وألحق بعدها بالمدرسة الحربية وتدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة عميد في نوفمبر 22 عام 1989 وبعد إقصاء قائد الجيش الأسبق ميشيل عون والذي كان معارضا للحكم الجديد في لبنان عين لحود قائدا للجيش في عام 1989 وفي الخامس من نوفمبر 21 عام 1998 التقى الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد بالرئيس اللبناني إلياس الهراوي وأخبره أنه قرر أن يكون قائد الجيش إيميل لحود رئيسا للجمهورية في الفترة المقبلة الأمر الذي خيب آمال إلياس والذي كان يطمح في أن يتم التمديد له مرة ثانية ولم يكن مفاجئا أن يختاره الأسد حيث إنه كان واضحا ميل الأسد للحود منذ طلب التمديد له في قيادة الجيش كما أنه كان يردد أن الأسد يعتبره كابنه بشار وفي تلك الأثناء بدأ ظهور بشار الأسد الذي كان يريد أن يشدد قبضته على الحكم في ظل وجود والده ويحتاج إلى سند قوي في لبنان ينفذ أوامره في الخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول عام 1998 تم انتخاب لحود رئيسا للجمهورية وتسلم السلطة من الهراوي الذي غادر القصر الجمهوري في بعبدة إلى منزله كان لحود يكره رفيق الحريري بشدة حتى أنه عندما كان قائدا للجيش رفض تسلم المساعدة الشهرية التي كان يرسلها الحريري إلى الجيش كما جعل المؤسسة العسكرية في حال صدام مستمرة معه ومن ناحيته حاول الحريري استيعاب لحود وعقد معه اجتماعات عديدة قبل تسلمه حكم البلاد رسميا لكن الأمر فشل وفي عام 2004 مدد للحود فترة رئاسية ثانية بضغط من سوريا وبما يخالف الدستور الأمر الذي أدى إلى أزمة سياسية كبرى وعلى إثرها قدم رفيق الحريري استقالته من منصبه كرئيس للوزراء لتنتهي حياته في الرابع عشر من فبراير عام 2005 وتوجهت الاتهامات لنظام الأسد وللرئيس لحود الذي قيل إنه تولى الحكم لتنفيذ خطة سورية والتي تقضي بالتخلص من بعض رموز السلطة السياسية وعلى رأسهم الحريري لكن لحود نافى تلك الاتهامات الموجهة إليه وأكد أنه لم يكن ينفذ أوامر الأسد وبعد شهرين من حادث اغتيال الحريري خرجت القوات السورية من لبنان وفتح تحقيق دولي في الحادث وبدأ تحالف الرابع عشر من أذار وقوى الأكثرية المناهضة لسوريا بمقاطعة لحود ومن ثم الضغط عليه ومطالبته بالاستقالة وفي عام 2007 غادر لحود قصر بعبدة تاركا خلفه فراغا في كرسي الحكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر